ترجمة نانسي قنقر وانتو خدوا حنا عملون عبر الناس إنها قصة العم علي أحد سكان حارة الأصنج في مدينة تعز أب لسبعة أفراد أحرقت الميليشيا باصه الذي كان مصدر رزقه الوحيد يمضي كل صباح باحثا عن الحطب خطواته المتثاقلة وفأسه الصغير هما رفاق أيامه لم يعد يمتلك سوى عزيمة الباحث عن بارقة أمل تساعده في تجاوز محنة تسببت فيها قذائف حقد نزلت على حارتهم الوادعة فحولت ما يرتزقون منه رمادا هذا هو الدباب رأسنا لي ورزقي كان وأولادي أشقي فيبو هذا هو معيش الدباب غيره قال لي كنا أنا أشقي فيبو والله كتب فيبو أنه ذو شف قدامي أصبح حطام وهذا المأساة اللي احنا عايشين فيها أنا والقيران وفي غيري أشد مني وأخس ولكن الحمد لله على كل حال يعني راضي بما كسم الله في الطريق إلى تلال المحيطة بالمدينة يمر العم علي على آثار ما خلفته حرب الميليشيا الشعواء بحق المدنيين بصبر وتأن يصعد باحثا عن بعض الأغصان التي قد تساعده في سد العجز وليكون الحطب بدل الغاز الذي لا يصل لسكان المدينة بفعل الحصار خزمة من الحطب هي جائزة العمل هذا اليوم يقطعها ويحزمها ليحملها مع الأيام العصيبة فوق ظهره حاله كحال الكثيرين من أهل تعز المحاصرة أحد أولاده يقرر أن يجمع ما تركته الميليشيا تذكارا للمدينة فبدل أن يجمع الدفاتر والأقلام والألوان ها هو يجمع فارغ رصاصات عانت منها المدينة يروي لنا العم علي ما حصل عندما خسر باصه الذي احترك الدباب كنت حوالي بلو سبعة وثمان سنين معي وهذه سوى قذيفة هوزر اللي ضربته والثربة الثانية أينك سوى تفتحه هنا الأول هذك عقت بالدباب وفقرته والموتور كمان تكسروا ثلاثة مترات حق العيال كمان معنا وصاحبي معه كمان حق الأنترنت حقلوا الواسطة هذا الراحة كله بلاش حوالي خمسمائة ألف خسر فيها وآخرت راحت ألو بلاش توانكم وتخزقت يعني مأساتنا طولة بلا عدد على قلة البلدوني بعد المجهود علشان نصلحن ونحن نقاوك السرغن علشان نحط في بيع رائحة الخبز ومنظر أغصان الحطب يروي جزءا من الحكاية وزوجته تصنع الخبز لتكفي به حاجة عائلتها وترسم بسمة على وجوه أطفالها بعد أن صادرت الميليشيا الفرح والأمان وحولتها إلى أحلام صعبة المنال للعم علي فتاة جامعية تدرس الطب هي الوحيدة المتبقية التي تواصل دراستها وتقتسم مع أسرتها راتبا زهيدا يستعينون به على متاعب الحياة وكنت أدرس وحدة دكتورة وحدة محاسبة وحدة بالإعداد إذا حين وصلت الثانوية الدكتورة ما خلصت هذه بصناعة باقي إلى سنتين هذه السنة الثالث والمحاسبة خلصت مش معي عجر ألف أروح تفعله أخرج الشهد حقا باقي معي وحدة بأول ثانوية بس قيد بنت الله بكرة تناقل الموحدة تناقل زندية حقا معي الله وحدة بنتا اللي بصرف علينا اللي تدي لنا لا معاش لا معانا لا معاش لا العيال ولا الآب ولا شيء كان عشتنا بالدباب الحمد لله رب العالمين هذه بصنعة احكي لي عندي يعني هي تدرس بصنعة اهو هي تدرس ناك صنعة مع عشر بعين آل تدي لنا عشرين خمسة آل حقي حق العلاج حق السكر بين السكر والضغط خمسة عشر مصارفنا نحن أخوته مع معانا اللي هي الوحيدة اللي تدي لنا تصرف علينا الحمد لله والناس كلهم دارين أقول لك القيران كلهم نحن ماشي الحالة الحمد لله وهذا الشيء بروح يحطب لنا واني ناقل ما والابنة ذاك ما يرضيش تحمل لنا ما قل لك رقلته يقعه ما يديش اروح الديني هو ذا اللي تعوّر حسين اللي رقلته قاتب القديفة ما عقدش يتحمل داو يدي ماذا اروح الديني والأب يحطب رقلته يقعه قبصرطي الأب قالوا من نفسه تلقعه واني حطبنا أقول الحمد لله أما الماء فهو قصة أخرى فشحه وقلته تجعل من تعبئته عملا مضنيا يحتاج الوقت الكثير يصطف الكثيرون على منهل الماء بانتظار دورهم الذي قد يطول لساعات أحيانا وطعم العذاب يحضر بقوة لدى الكثير من أهالي المدينة الماء ما عاش مها قل مها قل باش مصرك غير تعب بالشارع إسرع الله معي الله معي إن شاء الله إيش حصل يا بنت عندكم يا هاول وخزاقة للمتباق خزاقة حفة كبيرة وطبعدها خارجنا لفوق الزقاق كتشرة الزقاق حقبة حميق خارجنا وش محافي دع عس الزقاق والرصاص لكن رقدنا أصبحت ذاكرة الأطفال معبأة بمناظر الحروب وأصواتها الانفجارات والمآسي حديثهم اليومي وأصبحت المعارك ثقافة يشرحون أبعادها تعز المفجوعة بما حل بها صامدة رغم حصار ميليشي الحوثي والمخلوق أبناؤها رفضوا أن يتخلوا عنها وعلى الرغم مما حل بهم من نوائب صنعتها الميليشيا لكنهم باقون على أمل أن يعود الخير والسلام رمزا تضرب به الأمثال العم علي اعلم تماما بأننا معك وبأنك لست وحدك ياسر كيف يشوف يا سر أنا مش عارفة كيف يشوف واشا قل بينا ما يشوف ياسر عبد الله اللبني من سكان حي البساتين الفقير في الضواحي الشمالية لمدينة عدن أفقدته ميليشي الحوثي بصره بعد أن زرعت لغما حيث كان يلعب لا أعداد يرقد ياسر على سرير المستشفى ويعاني من تليف في شبكية العين إضافة لحروق خلفها انفجار اللغم الذي زرعته الميليشيا بعد أن ظنه قطعة حديدية يغفو الكلام أمام مرارة الحادثة ويعجز البوح عن التعبير الجروح والندوب ترسم خريطة لأحداث الوطن الدامية لتظل الحسرة تحتل قلوب الأمهات ابني الله يحفظه وربي شفيه شاء الله ابني ما شاء الله كان على البيت ما شاء الله نفعه بالداخل وبالخارج ما شاء الله عليه ينفع صغير وكبير يعني ما يقولش لأي إنسان لا ينفع أخوانه ينفعني أني يعني أي حاجة بداخل البيت بينفع ما شاء الله على شاقي يروح يشغى مع أبوه المصنع روح من وهو شغل من الفكر نشتغل ونروح لما ذو كل يوم روح تشغل ما حصلنا السامان حق حنا مقطع روحنا قلنا خاص بنروح بعد الظهر جلسنا أما بعد الظهر نستنينا ونهبالنا أما أنا مسارف وذلك يروح نضغدينا وقلنا بنروح شغل بعد أن أنا بلشك التوى ما بنروحش قدوا اليوم راح راح وعندما بكرة بنقوضوا اليوم جلسنا أقبل ما المغرب راح ينفعنا الدكان مدري إيش حصل له حديد فالحديد زاد عليه الشيطان يحصل فيه زي الواير من دري إيش كذا الأمان وحزر الأمان حتى افتقر له وقلطه لأجيت أليه وميت في الأرض وخلاص كأس من الماء ربما يبرد حريق العتمة ويزيح بعضا من ذاكرة الحادثة الراصخة في عقل ياسر كان يساعد الجميع والآن أصبح بحاجة لمن يسند رأسه المثقل بالألم لا يرى ماذا يجري من حوله في غرفة المستشفى ولا يعلم أن كثيرين مثله يعانون عبث الميليشيا رحنا للمسجد صلينا رجعنا لائلة بعدين لاقينا الحديدة بعدين ياسر كان فيه بي مهبوط نحن مش دارين أنه بتفتقر كان فيه بي مهبوط أقل ياسر قلحنا آخر لعب الأبي عندكم زي اليوم قلنا له ياسر أنا قلو له يلا مش باللعب قلت لهم بتغديم وبعدهم من هنا بروح اللعب هنا لأننا أنا واقل من المدرسة قلت لهم بعدهم هنا بروح اللعب هنا هنا مش حلو خلاص من بدل لنا مكان باللعب بعد ثاني أقيت أنا دخل وأبي قال للموسى قال لأخين اللي تعوّر قال لهم في عروتين وأخي ما سمعوش قلصنا ياسر ما كان بيدوا الغذيفة كانوا قلوا له أخي أبعد لنت شيء موت يبقى موسى أخي أخي مشاء وياسر نطع الحديدة ويتفقر الأطفال الذي يجب أن يتوفر لهم الأمان قبل كل شيء أصبحوا معرضين في كل لحظة لأخطار كثيرة فميليشيا الحوثي زرعت بيوتهم الفقيرة وساحاتهم البسيطة بالعبوات الناسفة مستغلين عدم معرفة الكبار قبل الصغار بأشكال هذه المتفجرات وعملها شوفنا حاجات عمرنا ما قد شوفناها نحصبها حديدة ما حنش داري شيء ويتطلع قذيفة زي القوى لما شافوا الحديدة ذي مش داري الإصلاة نتعوه الوار تفقرات في باب حتى لقى أبوال عندنا ما بندرش حنا إشي أول شيء لما خرج من النار لفقوقي كانت أقول له مهربهم أحسبهم ما تأوروشهم بعد لما صعفونا لأينا قلس كده أيام وقولوا لي صارك تأوروا معاك أنا ما شفت مثل ما تأوروا لأن شفت الدنيا حمرة لما تأورت ناجبش حاجة كانت قصة ياسر هذا يعني لا حوله ولا قوة طفل صغير ما تقاوصش ياسر 13 سنة ما ذنب ياسر أصبح عاجز عن الرؤية أعمى بصير يعني هذه تعتبر من قرائم الحرب مقرد التفكير بأنه يغرز يزرع لغم أو شيء يسبب الأذى بهذا الإنسان بهذا الطفل البريء يسبب كارثة بهذه الأسرة وغيره كثير 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 حتى الآن لم تتقدم أي جهة أو منظمة مختصة بإزالة ما خلفته الميليشيا من ألغام وعبوات ناسفة ولم يقدموا أي شكل من أشكال التوعية للسكان المحليين عن طريقة التعامل معها بعد الحرب العبثية التي حصلت في محافظة عدم وبعض المحافظات زي لاحظ وضالع وعبيل وتعز هي زرعت كثير من الألغام والمتفجرات في جميع الأراضي وشكلوا بجامع طرق هندسية لتطهير بعض المناطق طبعا أثناء الحرب كانت هناك فرق ووجودها مع المقاومة الشعبية ومع الجيش الوطني لفتح ثقرات القوات للمرور لكن مسألة التطهير هي لم تتمل الآن ليش؟ لأنه هناك ما فيش جهة داعنا بالنسبة للمركز الوطني للتعامل مع الغامل هو وقف عن عمله هيرو كان طبعا مدعوم من قبل الأمم المتحدة وبعض الدول المانحات الآن هو موقب أمان الله إنما نأمل خير طبعا نأمل خير والواحد فالخير اللوم بدأوا إذا كان في جانب التوعية بدأ الدعم في جانب العمل التوعوي ونتمنى أول مرة نتمنى من الله نتمنى من القهات الرسمية من الثلاف الأخ محافظة عدن وقايدة منطقة العسكرية الرابعة اللي اهتمام بدل جانب لأنه صبحت عدن بعض المحافظات مليئة الألقام والمفقرات طبعا هناك ألقام مضادة للدبابات وأيضا ألقام مضادة للأفراد زوروا عدن بشكل كثيف والآن القضايف والألقام منتشرة في المنطقة وأبنائنا الأطفال يلعبوا بالقنابل ويلعبوا بالقضايف ويلعبوا بالعوات الناسفة لم ينزل أي فريق مختص من المختصين تبع الألقام وتبع المشاكل السلاح يحلوا قضايا هؤلاء الناس المساكنين ميليشيا الحوثي مسؤولة عن كل هذه الانتهاكات فهي حيث تحل يحل الدمار والخراب وكل منطقة تدخل إليها تترك فيها أدوات للموت الحواتي يعني ما خلوه لنحنش مكان الحرب الحرب سبب في كل مكان ما خلوه لنحنش أي مكان يعني يستهدفوا في كل مكان يعني أقو يحاربوا أقو خربوا وصلوا في نفس الوقت مقتل للأطفال خلوا هنا للأطفال كل شيء يعني إيش ذنبوهم الأطفال لما يقولوا هنا يحاربوا إنت حوثي خرك بره حارب لا توصل مكان أطفال يلعبوا إيش ذنب الأطفال هادون هؤلاء البسطاء الذين لا ذنب لهم لم يشفع لهم فقرهم وبساطاتهم وتركوا يستغيثون علهم يحصلون على مبلغ لإجراء عملية لإنقاذ بصر ياسر أنا فقع بقلبي وأحسكن فقعان عدم على الأيام تقلمت لقعت أسبر وأننا للخير سأدونه شيء يسوي الأعمالية كما الأعمالية قلية 400 على العلميتين والحال يعني ما يحتملش أنها دفاع 400 حتى لو معينها بأهبلوا الخمسة المئة والأربعة المئة عادي أصلا الإمكانية ما تسمح نشوف أهل الخير لهم بيتبرعوا بيتأقروا بيها سردوهم بيعالقوا نحب المساعدة لهم بيعالقوا حقا زي كده أما الحال ما عندنا سطاعين حنعالقوا صراحة أربع متر مش قادرين نقيله عندما نحن ما نشلاقين نأكل بعض أحيان مشلاقين نلاقي اللغمة الرقل هو اللي شاغع علينا في المصنع هو اللي نحن رقل بلا شغل الآن نشتيني اللي حق يبرلو ما ماش معانا حق قطرات ماش عندنا يعني الناس اللي يروح عندهم نشتغلهم عادهم اللي يراكونوا يزايدون ولا ما عندش أني إمكانية بأي حاقة عمل لي يا سيد كيف عملية هنا يتحالف الفقر مع القهر المحمول على أكف الميليشيا القادمة من وراء التاريخ بحثا عن السلطة التي جرفت في طريقها أرواح الناس والنزر البسيط من أحلامهم التي كانوا يربونها بصبر كبير ياسر يحتاج أن يرى ألوان الفراشات من جديد وينتظر أن يحقق هذه الأمية ونحن هنا نفتح الباب لكل قادر على مساعدته ليبادر بالقول يا ياسر نحن سنكون معك فأنت لست وحدك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة